ممكن من أيام قليلة زي ما كنت بقول كده كان فيه تكلفات رئاسية للحكومة لتخص طبعا تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الأعفاء الضريبي فارت نوضح لنا قلته ده للسادة المشاهدين خليني أقول لحضراتكم الحقيقة يمكن على مدار العشر السنين اللي فاتوا كان فيه تمام كبير قوي من الكهداء السياسية بملف برامج الحماية الاجتماعية والحقيقة يمكن بدأت الحكومة في هذا الأمر وممكن أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برامج فيه غاية الأهمية وكانت سواء هذه البرامج هو الارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية الحقيقة يمكن على مدار الفترة اللي فاتت أطلقت برنامج في غاية الأهمية وهو برنامج تكافل وكرامة وكان هدف هذا البرنامج الحقيقة هو إتاح الدعم نجدي للأسر الأولى بالرعاية سواء الأسر اللي هي عندها أبناء في مراحل التعليم المختلفة أو حتى كمان كبار السن الغير قادرين على العمل وأيضا كمان زاوي الإحتاجات الخاصة اللي ملهمش أي مصدر رزق يمكن على مدار الفترة اللي فاتت استفاد من هذا البرنامج أكتر من 5 مليون ومتين ألف أسرة بما يعادل 22 مليون مواطن والحقيقة يمكن في 2022 العام الماضي يمكن وجه السيد رئيس الجمهورية وزارة التضامن الاجتماعي بزيادة الدعم النجدي والمبالغ المخصصة 25% في أبريل 2023 وأيضا كمان زيادة إضافية 15% في أكتوبر الماضي وبالتالي كان زيادة المبالغ المخصصة للدعم النجدي تكافل وكرامة كانت حوالي 40% ويمكن وأنا بكلم حضراتكم النهاردة المبالغ تعدت 36 مليار جنيه سنوية خليني كمان أقول لكم يمكن برامج الحمال الاجتماعية ما بتعتمدش فقط بس على الدعم النجدي ويمكن الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة الحقيقة كمان بيستفيد أبنائها اللي هم في مراحل التعليم المختلفة في العديد من المميزات ويمكن بيتم إعفاء أبنائهم من المصرفات الدراسية وأكتر من 6 مليون طالب من أبناء الأسر تكافل وكرامة بيستفيدوا من الإعفاء من كمان الحقيقة كمان بقى فيه ربط وفيه تنصيق ما بين جهات الحكومة المختلفة يمكن تم الربط ما بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التموين لإدراج المستفيدين من تكافل وكرامة ضمن منظومة الدعم العيني اللي هو ممثل فيه السلع التموينية بمناسبة كلامنا عن وزارة التضامن الاجتماعي والربط اللي حصل أو التعاون اللي حصل شفنا برامج كثير جدا فيما يخص هذا الملف الحماية الاجتماعية عملتها وزارة التضامن الاجتماعي طبعا للدعم زي كفاية اتنين برنامج فرصة برنامج التحالف الوطني العامة الاهلي طبعا وسكن كريم خلينا نتكلم اكتر عن البرامج دي وعن التطوير اللي بيعملوه بيعملوه في وزارة التضامن الاجتماعي واهميته خلينا اقول لها حضرتك يمكن البرامج دي كان بتستهدف كمان المرأة المعيلة المطلقات الأرامل الأسر اللي هي ملهاش اي داخل يمكن على مدار الفترة الماضية تم تنفيذ اكثر من 420 الف مشروع سواء مشروعات صغيرة او متنهية الصغر وده الحقيقة كان بتكلفة تتجاوز 3 مليار و 200 مليون جنيه كان هدف هذه المشروعات هو ايجاد مصدر رزق للأسر التي ليس لديها دخل وبالاخص المرأة التي تعول الأسرة دعم نقضي للأمهات بالفعل دعم نقضي للأمهات ايضا كمان الحقيقة زي ما حضرتك اشارتي كان فيه مشروع في غاية الاهمية وهو مشروع سكن كريم هذا المشروع كان بالتنصيق مع الجمعيات الاهلية والتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي الحقيقة كان هدف هو اعادة وتجديد المنازل المتهلكة في القرى ويمكن ده الحقيقة جاء بعد كده المبادرة اللي هي في غاية الاهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة اللي كانت هدفة الارتقاء بالخدمات المقدمة للأسر في الريف المصري ويمكن المبادرة لما بدأت كانت ب700 مليار جنيه وستتعدى تريليون جنيه كان هدف المبادرة هو تحسين الخدمات المقدمة للأسر في الريف المصري سواء الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية أو حتى كمان بالخدمات التعليمية ويمكن شاهدنا على مدار السنتين التلاتة اللي فاتوا والحقيقة يعني أكثر من مشروعات في كافة المجالات المتعلقة بالارتقاء بالخدمات للأسر في هذه المناطق